اشتركوا في القناة بأمر طارئ منعه حالة وفاة منعته من حضور هذا المؤتمر أرحب بكم جميعاً أرحب بالزميلات رئيسة وعضاء لجنة الطبيبات في النقابة وبالزملاء الإعلاميين والزميلات في نقابة الأطباء وهذا اللقاء هو تأكيد على إيماننا بأهمية الإعلام في نشر المعلومات الهادف لإيضاح الحقائق وإيصال رسائل تخدم الصالح العام مجلس نقابة الأطباء خلال هذه الدورة من عمر المقابة والتي شارفت على الانتهاء حيث ستجرى الانتخابات القادمة في 19.04.2019 عمل المجلس خلالها على عدة محاور حددتها المادة سبعة من قانون النقابة والتي توضح أهداف النقابة من النواحي الطبية والصحية والعلمية والاجتماعية المواضيع التي سنتحدث فيها تشملها ثلاث بنود من هذه المادة ألف رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها واجب من واجبات النقابة وأيضا جمع كلمة الأطباء والمحافظة على حقوقهم وكرمتهم البندين هذولا بتعلقوا بشكل مباشر بموضوع الاعتداءات على الأطباء والبند الآخر هو توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأطباء وعائلاتهم مما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال إنشاء صناديق خاصة بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية آخر اعتداء 180 مع مركزية الاعتداءات هذه التي تردنا إلى لجنة الاعتداءات الموجودة في عمان والمحامي المكلف بمتابعة الاعتداءات في عمان طبعا في فرعية إربد يوجد محامي خاص يتابع الاعتداءات في إربد قد لا نكون على الطلاع لحد الآن بالتجميع المجمل ما تم من اعتداءات أيضا في مستشفيات إربد المحافظات أغلبها بترجع لنا لكن احنا متكلم عن فرعية إربد بالله كحالة منفصلة شوي الآن تطور الاعتداءات أصبح يمس الزميلات وعدى هذا الاعتداء اللي بيبس الزميلات صارت تجبر الزميلة بصورة أو بأخرى أن تسكت على الاعتداء حتى ما يتم فضحه في الإعلام وحتى ما تتأثر أسرتها بصورة أو بأخرى احنا بنطالب منطالب أول إشي أنه بفصل حق العام عن الشخصي تغليز العقوبة للمعتدية توفير البيئة الآمنة من أمن من السكوريتي بدنا توعية للمجتمع بنطالب المجتمع يا مجتمعنا إحنا خواتكم إحنا بناتكم هدول الأطباء أولادكم يعني أنت قديش بتنبسط لما ابنك يطلع له طب تؤتلوا حالكم عشان يدرس ابنكم طب آخر شي بدو ينضرب يعني ما بزبط هذا الحك النقابة كما أكد دكتور هشام يجب أن تتخذ موقفا حازما من خلال مخاطبة الحكومة بتفعيل قانون العقوبات وتغليظه حتى يكون رادعا ومانعا لتكرار مثل هذه الظواهر الغريبة على مجتمعنا والتي نرفضها جملة وتفصيلة الإداري وتغليظ العقوبة فصل الحق العام عن الحق الشخصي وفي نقطة يعني يجب أن تكون واضحة للجميع أن للمستشفيات حرمة مش بس في مسألة انتهاك الاعتداء على الطبيب في حرمة للمستشفيات زي ما في حرمة للمنازل لو الرجل الشرقي حدفت عبيته فات على مرته على خواته بتقلب حمايله عشاير وبتقلب دم فكيف بسمحوا لحالهم أنهم يدخلوا على المستشفيات على غرف العمليات على غرف الولادة على العيادات يكسروا يخربوا الأموال العامة اللي هي أصلا بتقدم خدمي لألهم أنا بدي أحكي بإسمي وبإسم زملائي وزميلاتي الطبيبات اللي فعلا مثل ما حكت الدكتورة فاتن نحنا عم نواجه عزوف وخوف من أنه نمارس مهنة الطب اللي أنا شخصيا دخلت مهنة الجراحة أو تخصص الجراحة العامة كان بين عيوني أنه أنا بدي أسر على حرمات مجتمعي أنا بدي أكون طبيبة جراحة إن شاء الله أني نافعة وبارعة لمجتمع أنثوي متدين محافظ شرقي فمع الأسف مع تكرر الاعتداءات صار في عندي ردة فعل إنه أنا شو كان جابرني شو اللي وداني على هذا الهلاك أنا عم بتعرض لاعتداء لفظي أو تلميح بالاعتداء اللفظي عم بتعرض لاعتداء جسدي أو ترهيب وتخويف إنه إذا ما عملت الفحص الفلاني أو ما طلعت على المريض الفلاني لأنه مريضي أحق بنظرته هو مريضه أحق بسرعة الاستجابة وعلما إنه نحنا درسنا في كلية الطب جميعا إنه نحنا نلازم نرتب أولوياتنا من المريض اللي يستحق الاستجابة السريعة من المريض اللي بيقدر ينتظر بيكون دايما فيه تهديد بالاعتداء الجسدي عم تحط الدكتورة لما في مستشفى البشير بمواجهة 200 مريض هو ما في عندها الإمكانيات البسيطة لتقدمها لهذا المريض مثلا الدكتورة لما تكشف على مريض تكتب له دخول للمستشفى وما فيه أسرة مين بتحمل مسؤولية الناس بروع تدعى الدكتورة لما أو زملائنا في أي مستشفى توفر الأسرة هي الدولة يجب أن توفر الأسرة الكافية للمرضانة بطلبة فحص بول مش موجود في المركز مين بتحمل مسؤوليته ليش يجي المواطن يقلب الطاولة على الدكتورة لما وزير الصحة رئاسة الوزراء الدولة هي التي تتحمل مسؤولية ننتقل إلى صندوق التقاعد صندوق التقاعد الدكتور مونير تفضل صندوق التقاعد الصندوق التقاعد طبعاً لكل نعرف صندوق عماله أو كان يواجه مشاكل خل نحكي بنيوية هيكلية كانت تهدد بنسف أساساته بالمطلق تاريخ صندوق التقاعد منتد من البدايات خلينا نحكي لحد 2006-2007 اللي الفترة اللي بدأ فيها التفكير في المشاكل المستقبلية اللي ممكن نواجهها صندوق التقاعد وقتها نعملها الدراسة اكتوارية على أساس أن تبين مستقبل الصندوق والطرق اللي ممكن اتخاذها لتجنب أي مشاكل بنيوية بتمس هيكليته أو بتمس الغرض اللي صمم لأجله وقتها كانت هناك عدة اقتراحات وضرورية جداً طالبت الدراسة اللي عملت بال2007 وقتها تطبيقها للاقتراحات هاي للأسف طبق بعضها بشكل جزئي ولم يطبق البعض الآخر وبسبب الزيادة المضطردة في أعداد الأطباء المتقاعدين اللي ما كان يقابلهم زيادة في الإيرادات هذا الحكيز عمل نوع من الخلل في المعادلة اللي بتربط صرف الراتب التقاعدية مع كمية الإيرادات اللي بتيجيه طبعاً الخلل هذا أدى بالفترة الأخيرة لعجز الصندوق عن إعطاء بعض الرواتب تقاعدين صندوق التعاون هو فكرة بدأت بالـ 97-98 وكان مجموعة من الزمال الأفاضل اللي اسموا أصحاب هاي الفكرة وقدموا هذا المشروع والمجالس المتعاقبة من 99 لحد 2019 يعني 20 سنة وهم بيحاولوا كان في أغلب المحاولات يعني أخفقت عن قرار هذا المشروع المشروع ببساطة أنه يفيد طرفين يفيد الأطباء في القطاع الخاص ويكون رافض جيد لصندوق التقاعد بمد بحياة صندوق التقاعد الآن بشكل بسيط فكرة الصندوق هم الآن إحنا أطباء القطاع الخاص منتعامل مع شركات التأمين بيحصل لنا المطالبات تبعتنا من شركات التأمين هي شركة تحصيل بتيجي تأخذ المطالبات من العيادة وتبعتها لشركات التأمين وبعد إيش شركة التحصيل بتجيب المطالبات بتعطينا إياها للعيادة الآن إحنا بهذا الصندوق احنا خلينا اللي بيجيب المطالبات الأطباء القطاع الخاص هي النقابة من خلال هذا الصندوق صدر مؤخرا نظام صندوق في صندوق خاص في المجلس الصحي العالي هو الذي يغطي على قضية الأخطاء الطبية وصدرت أيضا صدر تعيين اللجنة الفنية العليا وأدت اليمين هذه اللجنة هذه اللجنة تنظر في أي شكوى على خطأ طبي تصل إلها من القضاء تحول لهذه اللجنة الفنية معها مهلة ثلاث شهور كحد أقصى اللجنة الفنية تعطي رائها تستعين بأي خبراء بأي حاجة بدهيها تقول إنه في خطأ أو ما فيه وهذا يعني أمر بنظم هذه العملية بشكل واضح تماما زملائنا في وزارة الصحة طباء وزارة الصحة عندهم قضايا عديدة تابعها مجلس النقابة باستمرار مع رؤساء الحكومات الحالي والسابق مقابلات مع وزير الصحة الحالي والسابق ورئيس الوزراء الحالي والسابق وقمنا بعدة اعتصامات وتوقف العمل أدت إلى أنه رفع حوافز أطباء الصحة 30% الحوافز القادمة اللي هي بشهر الأربعة رح تكون مرفع قيمة الحوافز 30% الموضوع الثاني هو موضوع الإقامات بتعرفوا هل احنا الآن فتحنا عدة إقامات في القطاع الخاص وعملنا على زيادة عدم نقاعد الإقامات في القطاع العام استعادة الأطباء تشجيعهم على العودة للنقابة والتسجيل فيها خاصة نجيل الشباب بالإضافة للبند اللي ذكروا الدكتور اللي هو الإعفاء من الغرامات ساعدت كثير في عودة الزملاء في أيضا موضوع القرض الحسن من خلال البنك الإسلامي أنه البنك الإسلامي بيعطي الطبيب مبلغ ووصلوا مباشرة شك للنقابة يسدد المبلغ المطلوب منه حتى يعيد عضويته ويقصد عليه يسر بدون أي فوائد وهاي أيضا ساعدت